اجتمعت سعادة الدكتورة الشيخارنة بنت عيسى بنت عيشة الخليفة الأمن العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي مع معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطانة عمان الشقيقة ويأتي هذا اللقاء خلال الزيارة التي تقوم بها إلى سلطانة عمان وخلال الاجتماع رحبت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية بسعادة الدكتورة الشيخارنة بنت عيسى بن دعيشة الخليفة وزيارتها لسلطانة عمان مؤكدة حرصها على مد مختلف جسور التعاون والعمل المشترك مع مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين من جانبها عرب دل أمين العام عن سعادتها بزيارة سلطانة عمان الشقيقة والتي تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطانة عمان واستمرار العمل المشترك بين البلدين في كل ما يخدم مصالحهما ويعود بمزيد من النفع على شعبيهم الشقيقين مؤكدة على أهمية تبدل الخبرات العلمية والبحثية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين كما وطلعت الأمين العام من خلال شرح الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد بسلطانة عمان على تجربة السلطنة في نظام مركز القبول الموحد ودوره وأهلية عمله في قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة من جانبه أعرب الدكتور النعماني عن اعتزازه بزيارة الأمين العام وتقديره لحرصها على التعاون المشترك وجهدها الكبيرة في تطوير مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر